عقدت اللجنة التحضيرية للجنة العلي الأردنية التونسية المشتركة اجتماعها برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتومين مهل علي ووزير التجارة التونسي السيد رضا الأحول وجهد الاجتماع في دورته الثامنة ويأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات في كافة المجالات العلي قالت إن هذه الدورة تهدف لتحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الأردني والتونسية بما يعود عليهما بالخير والفائدة عبر تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ووضع التصورات المستقبلية لها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي والعربي والدولي اجتماعات اللجنة العليا الأردنية التونسية تكتسي أهمية كبيرة في عقدها العلاقات الأردنية التونسية هي علاقات متميزة جدا على كافة الأصعدة ويبقى لنا الشأن الاقتصادي اللي حاولنا من خلال اجتماعات التحضيرية لللجنة العليا أن نركز على آليات ومجالات وإمكانيات تفعيل التعاون الاقتصادي بشكل أكبر بين الأردن وتونس في ضوء الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى القطاع الخاص الأردني والقطاع الخاص التونسي وكذلك التشابه بين الأردن وتونس في مجال الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي وهناك الكثير من الميز التنافسية سواء في الأردن أو في تونس اللي بتمكن القطاع الخاص من أنه يتفاعل مع بعض ويكون فيه هناك استفادة مشتركة نتطلع كذلك إلى الاستثمارات المشتركة سواء في تونس أو في الأردن هناك عدد من القطاعات اللي فيه اهتمام مشترك فيها مثل قطاع صناعة زيت الزيتون قطاع صناعة الألبسة قطاع صناعة الأدوية وهي قطاعات لدى الجانبين هناك ميزة تنافسية فيها نتطلع إلى مزيد من التعاون سواء في نقل التجارب والخبرات أو الاستثمارات المشتركة وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري الوزير التونسي رضى الأحوال قال إن العلاقات التونسية الأردنية تحتاج اليوم إلى دفعة قوية في مسار جديد يخدم مصلحة الجانبين صحيح رقم مبادرة تجارية يعتبر ضعيف رغم العلاقات الطيبة التاريخية العارقة بين المملكة الأردنية وبين الجمهورية التونسية لمفاتش تقريب 30 مليون دولار هذا رقم ضعيف يمكن أن نتقدم الكثير وهذا ما عبره لي للحقيقة كل ما هو رؤوس أموات سواء من جانب التونسي أو جانب الأرضي هناك لقاءات ستقع في بداية 2016 هناك معارض تجارية للبيع في تونس والأردن هناك علاقات ستتطور ملخصة في خريطة الطريق خريطة الخير وضعت للمكان مكان عقادة الجلسات هذه والزمان كذلك وتم خلال الاجتماع للطلاع على ملخص لأعمال اللجنة الفنية على مدى يومين إضافة إلى مداخلات من قبل القطاع الخاصة التي أظهرت الرغبة في تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص محمد الفائز الحقيقة الدولية